صباح الخير اليوم عندي امتحان جغرافيا كنت اعاد بذاكر من مبارح الفجر لحد الصبح وعايز اقول لكم ملميتش حاجة كتير ورايح يعني لما يعتبر نص المراجعات وطبعا كنت اعاد بذاكر على السرير لان ما كنتش قادر اعود على الكرسي ولا كنت اعاد باختراحتي على السرير وطبعا ما حدش يعمل الحركة دي ما حدش يذاكر على السرير خالص عشان ده غلط وبطول انتو قاعدين على السرير هتحسوا ان انتو عايزين تناموا يفضل اصلا ما تذكروش في القوضة تشوفوا اي مكان بعيد عن القوضة لان اصلا وجودنا في القوضة الواحده والسرير معنا فده بيناي هنا السكتش بتاع بينتين ده ما اعرفش الصراحة اللي جابوه هنا بدأت بقى لما في الملازم الكتات بذكرها دي وشوفت هاخد معايا ايه عشان ارجعو انا في الموصلات وحطته بقى في الشنطة حطته الحاجة في الشنطة بعد كده بدأت ان انا هطلع هدوم انا لسه صراحة ما طلعتش السيفي لان اصلا يعني كلهم بدأوا ان هم يرواقوا في الش من い Stadium كلها معد قطي يعني لا يقضي منع ان حد يدخلها خالص لان انا مش هامل فيها اي حاجة غير لما نستطيع انا قد وبدأت ان انا هصل لي الصبح شوق يعني بعد كده لقيت البرن contacts نقولت احطيتها مش هاخصر اصلا باهتمش من ساعت التسنوية عامة لكن اضافيز عادي رشيت منه وقلت عامل نفسي عامل فيها وبعد كده لبست الشراب اللوياد المفضل اللي مش بالبس غيره على الرغم ان فيه مليون شراب في الدولاب بس برضو هفضل ألبس الشراب ده لو انتو زي ياريت تقولولي لو بتحبوا شربات البيضة بعد كده بعد قد اتحرك وخرجت من باب البيت وهبدأ انزل الدرس انا بحاول على قد ما قدر اصور لكم تفاصيل في اليوم انتو اللي طلبتو ده وكتير بتبعتولي على انستجرام اصور تفاصيل اليوم بالكامل حتى لو حاليات ملاحش لازمة فانا يعني فيه في الفيديو ده حاليات كتير ملاحش لازمة صورتها بس انتو اللي طلبتو كده وكتير قوي ولو تانية سنوي هم اللي طالبين ان انا اصور كل حاجة بالتفاصيل فانا هنا خلاص ركبت الموصلة عشان ننزل بقى الدرس انتو عارفين ان انا دروس في فيصل وانا ساكن في حداء اكتوبر بس طبعا مش كل دروس في فيصل في دروس بحضارها في الحصري عندنا هنا في اكتوبر يعني نمي بقى والاهم انتو لو وصلتوا لحد هنا ما تبخلوش عليا باللايك علشان انا بصور وبنزل الدروس وبذاكر وبمنتج الفيديو فبجد ضغط عليا كتير علشان اصور لكو فحطوا لايك حطوا لايك حرفيا ببعايز يعني عندي افكار كتير عايز اعملها لكو بس ابا ما بلاقيش وقت فبطار اصور لكو وانا راح السنتر بس انا هنا دخلت الدرس وحداثة الامتحان والكيو ار بتاع الحصة لان طبعا احنا هنمتحن فازاي سيبونا في حالنا هيدونا الحصة كيو ار علشان نروح نحضارها في البيت مدام مش هناخد حاجه في السنتر والمدرس غايب بدأنا بقى hust� sera انتطلع شان انا اعمل فيها ملتزم قعدونا قدام لان في الامتحان بيعاعدونا في المكان اللي هنريم و بعدما احنا هنأدي بدرى يinqu kalki أنى عقتهم في الحصة وبحب بعد قدام بس في الامتحانات لمّن بحبش اقت deaf مهم يعني اخذت الامتحان وخلاص هنبدأ نحل في به وبعدا كده هبدأ ان انا روح وطبعا اخدت منهم ال QR بتاع الحصة دي بدأت بقى انزل من الدور الرابع الامتحان كان حلو بس كان معظمه خرايط علشان عايز يعودنا ان احنا نحفظ الخريطة في امتحان اخر السنة يعني بس الامتحان خلانا اكتشف ان انا مضيع الخرايط مني خالص فعايز بقى اركز عليهم يعني لما روح يعني المهم يا جماعة بجد اكررها المرة التانية معلش ما تنسوش بقى ان انتو تحطوا لايك علشان اللايك ده بيساعدني ان انا اطور من المحتوى فان oo اطرع ملكو حاجة ال QR بتاعتها احسن من كده وładناشي اللي بتسأل انا ليس بزهر بوشي انا بزهر بوشي على الاستجرام وعلى التك توك بس مش بعرف ازهر بوشي على فيديوهات اليوتيوب علشان الكاميره الاماميه عندي متدمره حرفيا مكسوره تمام فباضطر كمان اصور بالكاميره الخلفية في فيديوهات التيك توك وفيديوهات الانستجرام اا يعني لان هي بديوهات صغيرة انما بديوهات اللي تيوب مش هادر اظهر فيها كلها بوشي بالكاميرا اللي هي الخلفية تمام فاللهيك ده هيفرق معي ان انا اجيب حاجة تعمل لكم بديوهات بكواليتي احسن من كده انا هنا خلاص وصلت عند البيت هطلع بقى عشان شوف هعمل ايه فوق واللي عنده اي اسئلة او عايز مني اي حاجة اصورها له اي ملازمة او اي حاجة فانا برد على كل الناس على الانستجرام والله العظيم يعني حتى كمان اللي بيروح على الانستجرام هم يقولوا لكم انا برد عليهم كلهم انا خلاص دخلت وده المازمة اللي خدتها النهاردة بعد الامتحان وده الكيوار اللي هدخله على الابليكيشن عشان اتفرج عليه المهم انا بفكر اعمل جروب على التليجرام نشجع فيه بعض على المذاكرة كل واحد ده لطلاب ادبي بس كل واحد يكتب هو خلاص ايه النهاردة نعمل جداول مع بعض ونمشي فيها مع بعض نشجع بعض فيعني اول ما عمله هسيب اللينك بتاعه في تعليق مسبت على الفيديو ده وتقدروا ان انتوا تدخلوا على الجروب ده من خلال اللينك ده كمان هنزل لكم فيه ملخصات بتاعت المدرسين اللي انا بنزل معاهم الدروس هصورها لكم وانزلها لكم لو فيه حد هنا مش بياخد دروس وعايز يشوفهم هصورها لكم وانزلها على الجروب ده ويعني نشجع بعض على قد ما نقدر على اقل كمان لو حد عنده مشكلة اقدر ان انا ارد عليه من خلال الجروب ده بدل ما بنقعد نرد هنا في التعليقات ومش كل التعليقات باشوفها كمان يعني نقدر نتكلم مع بعض لو حد عنده اي فكرة جديدة في المذاكرة نقدر ندفها البعض فدي حاجة كويسة انا هنا كنت عادت بزاكرة جورافية الملزمة اللي انا خدتها وبعد ما خلصت مزاكرة في الملزمة عادت اتفرج على الكيو ار انا بحاول ما اطولش عليكم بس انتوا اللي طلبتوا كل حاجة بالتفاصيل فبحاول احط تفاصيل كتير في الفيديو زمنتوا طلبتوا انا هنا خلاص خلصت هبدأ بقى زاكرة الماني هفتح المحاضرة دي من على اللاب علشان اشوفها انا بكرا عندي امتحان الماني يفاني صراحة النهاردة اليوم كلها زاكرة الماني لان انا الاسبوع ده كله ما عدتش اذاكر غير كلمات فما ذاكرتش بقى جراماتيك او اي حاجة تانية غير الكلمات فهو عدت اذاكر الماني وفتحت اللاب علشان اشوفه المحاضرة فينا سنم تابعاني بتاخد مع نفس الهير اللي انا باخد معي فبحبكه جد وبعد ما خلصت بدأت ان انا ادخل انام لان كنت خلاص حرفين خلاص فصلت وكان الفطار قرب بعد كده اصحيت وكان باقي وقت قلال على الفطار وكنت احسس ان انا خلاص اعايز اهرب من الناس والدنيا وقفت في شباك قودة اختي يعني قودة اختي شباكها احسن الفيو عندي خالص المهم كان مفضل نص كنفضل 45 ديعال فطار مش نص ساعة فقلت اتفرج على الشرح تاريخ نص ساعة دي و compliqué في الربع ساعة اه نكمت ان ان أفعل صلاطة دخلت المطبخ عملت السلطة خلال الربع ساعة لقبل الفطور دي. عشان بقى اعمل السلطة جامدة بجد. معنى كده دخلت اخسر في الخضار بتاع السلطة ده. بما انكم بقى قلتوا عايزين تفاصيل وانا يعني ما بحبش اكتر من الراغي. فتعلوا احكي لكم كده ستوري طايم وانا بقطع الخيار ده. اه عن قسطة حصلت لي وانا صغير ازاي وقعت في الترعة وانا صغير. كنا في يوم عند جدتي طبعا في مكان كان يعني اعتبر زي الارياب شوية. فبابا خرج من البيت وانا كطفل يعني صغير ادعت ان هو خرج من غير ما ياخدني معي فمشيت وراه من غير ما هو يشوفني. وهو يعني ما حسش بيا. انا حتى كمان ما قلت رجوهش ان انا وراك. يعني فضلت ماشي وراه من غير ما حسسه بيا. فهو بيعدي الترعة دي المفروض بيمشي على مصورة. يعني لان ما كانش لسه بنوا عليها كبري عشان حد يعدي من عليه. روح تنم مقلده. هو طبعا عدها بسرعة وجري. وانا بقى روح تنمقلده وبعد ما هو عده وهو كل ده مش شايفني وانا ساكت عشان محسسوش ان انا وراه. فلما جيت عدي منها بقى قمت واقع. وفضلت بقى ماسك في المصورة دي. حتى كمان يعني ما سرختش. يعني اواخد استاطمة وجسمي كله تحت في المياه. حاجة في كمة القرف. وكان سني تقريبا ساعتها اربع سنين او خمس سنين. وما نطقتش. غير لما حد يفتح محل قصاد المكان ده. شافني وهو اللي طلعني ووصل لأهلي ووصلني بيهم. وبجدده كان اسا اموك فحصلفت فلتي حرفيا. بس الحمد لله عدت على خير. كان زماني لو ساب المصورة دي ما كانت زماني دلوقتي في سنوية عامة. وبعمل لكم فيديوهات عن سنوية عامة. انا هنا بحط لامون على السلطة. وبصفيه من البزر. واحط بقى ايه. اه. ديبس رمون. حاجة كده خفيفة جدا. هو ده اللي بيدي للسلطة طعم. وربع كبات مية كده. عشان يبقى فيها مية من تحت. وحطيت التوابل العادية كمون وملح بس مش اكتر يعني. وفرف الحرقة لان احنا بنحب السلطة حرقة. بالمناسبة على فكرة انا بحب الطبخ جدا والاكل عموما. وقبل ما دخل سنوية عامة كنت عايز ادخل ساحة فنادق بس بعد كده تفكيري اتغير شوية. وسبتها هواية بس. بعد كده عدنا نختر ونتفرج على البرنامج استخيف ده اللي ملووش ايه تلاتين ايه لازمة في الحياة. طبعا نصلية المغرب وصلية العشاء. اه استراحة بالنسبة للتراويح انا اه مش بعرف انزل اصليها في الجامعة لانه بعيد شوية وما بلاقيش وقت ان انا عاد اكمل مذاكرة. اه فبصليها في البيت. انا سألت يعني وعرفت انه عادي نصليه في البيت مفيش مشكلة. اه بدأت بقى اعرف آخر صفحتين في المصحف وكده أنا ختمته قبل ما رمضان يخرص بثلاثة يام فده إنجاز يعني وبعد كده بقى هعد أذكر ألماني علشان زي ما قلت لكم عندي متحان بكرة ألماني فكل اللي عاملونا أنا هعد أذكر ألماني دلوقتي لحد منام وبس كده الفيديو بتاعنا خلص أتمنى لو أنت وصلتوا لحد هنا ولو الفيديو عجبكم أو حشجعكم أن أنتوا تذكروا يعني لا تنسوش بقى لايك وما تنسوش موضوع التليجرام في التعليق المثبت وبس كده يا الله سلام